سمعنا عدد من صافرات الإنذار المتلاحقة بقيت حتى 20 دقيقة هذه الصافرات على عدد كبير جدا من البلدات والمستوطنات الإسرائيلية في الشمال الغربي أيضا في الجليل الأعلى كان هناك صافرات إنذار وما بعدها طلقينا أنباء من إعلام إسرائيلي عن إطلاق سرب من المسيرات نحو إصبع الجليل والجليل الغربي وهناك طبعا إصابة مباشرة لمبنيين جراء انفجار مسيرتين في مدينة نهارية حتى اللحظة هيئة الإنقاذ الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية طبعا هرعت إلى المكان لتفحص إذا كان هناك إصابات من جراء هذه الإصابة المباشرة في مباني إسرائيلية أو عمرات إسرائيلية وحتى هذه اللحظة لم يردنا أنباء عن إصابات لأشخاص من جراء هذه الانفجارات أيضا كان هناك تعليمات من قبل بلدية نهارية بالتزام الملاجئ والتزام الأماكن الآمنة طبعا توجهت للمواطنين بهذا الصدد أيضا عدد من البلدات في الجليل الأعلى أيضا توجهوا للمواطنين بالتزام الأماكن الآمنة حسب ما ورد بما يتعلق بهذا الأمر هناك 100 ألف إسرائيلي في بلدات متعددة في الشمال ما بعد انفجار المسيرتين وما بعد إطلاق سرب المسيرات أحيل إلى الأماكن الآمنة أو إلى الملاجئ وهذا طلب من عدد من البلديات في مدينة نهارية طبعا حتى هذه اللحظة ما زال السكان الإسرائيليين في الملاجئ حتى هذه اللحظة حتى إشعار آخر وهذا كان ما ورد بالنسبة لبلدية نهارية بالنسبة للإصابات المباشرة في المباني حتى هذه اللحظة الشرطة الإسرائيلية تعمل تمشيط عام وفحص في المباني المصابة لتبيان إذا كان هناك إصابات بشرية أو حتى أضرار جسيمة في المبنى من جراء هذا الانفجار طبعا هذا الانفجار أو هذه الإصابات المباشرة يعني لم تردنا منذ أسبوعين عن إصابات مباشرة فعليا في مباني وتحقق أو تسفر عن إصابات أو أضرار جسيمة في المباني كان هناك قبل أسبوعين أيضا في مدينة نهارية وأيضا في بلدات أخرى في إصبع الجليل إصابات مباشرة في عدد من الأماكن وكان هناك أضرار جسيمة ولكن الإصابات البشرية كانت محدودة جدا حتى هذه اللحظة لم يرد عن إصابات بشرية كما أسلفنا ولكن هذه الإصابة المباشرة الأولى ما بعد أسبوعين من ورود الأنباء حول إصابات مباشرة لمباني أو أماكن في نهارية أو في مناطق الشمال طبعا يذكر أن عدد من بلدات الشمال كانت قد أوعزت أن في هذه المرحلة من الحرب أو من التصعيد في الجبهة الشمالية يمكن أن يكون هناك إجراءات مختلفة بما يتعلق بالجبهة الداخلية وأيضا بما يتعلق بتوجيهات هذه البلديات لعدد من السكان لذلك كان هناك تنبيهات بأخذ الحيطة والحذر للسكان لأن هناك يبدو أن هناك تصعيد في الجبهة الشمالية بما يتعلق بإطلاق الرشقات الصاروخية أو القذائف أو حتى المسيرات بما يتعلق بأحد المباني الذي أصيب من جراء الانفجارات أو الإصابة المباشرة لم يتبين بعد إذا كان هذا انفجار لمسيرة أو قذيفة على الأغلب يمكن أن تكون قذيفة لأن الإطلاق كان لسرب من المسيرات وأيضا قذائف صاروخية لذلك من غير المعلوم حتى هذه اللحظة هل هو انفجار لمسيرة أم هو انفجار لقذيفة طبعا هذا المبنى الثاني ولكن المبنى الأول تبين أنها انفجار مباشر لمسيرة في المبنى هذه المعلومات التي وردتنا حتى هذه اللحظة وننتظر البيانات القادمة أريد حكروش مرسلة الغدمان القدس المحتلة شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر